قل لكم ونحن نتابع وجميع المواطنين كي تابعوا نحن إلا سمعنا بشي وفاة راحنا بالنسبة لنا راها يوم يوم جناز عدنا جناز عدنا وإذا سمعنا بمواطنين تعافى وخرجمون مستشفى احنا عندنا يوم عيد لكل صراحة يوم عيد يوميا نحن في كل يوم نشهد لحظات فرح ونشهد لحظات قرح مع الأسف الشديد وحزن لأنه شي بدينا هنا بشي ممكننا اطروف المستقبل القريب تمثل الشفاء الحمد لله 153 من المصابين وهو ما نحمد الله تعالى عليه كما نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العازل لباقي المصابين وأن تتحسن الحالة الوبائية ببلادنا